السلام عليكم ورحمة الله. تحية طيبة. لكل إخوان وأخوات. جعبت منكم كاملين تنتابهوا معي في هذا الشرح الذي سوف نشرح في هذا الفيديو هذا. لأنه جوابا على عدد الأسئلة التي تتركوا لها الإخوان أن تركوا لأسئلة تكرار بزا بزا. ما هي الأسئلة؟ أسئلة الأولة تعليقة بالبكالورية. كما هي المساكية تلبيه 12 سنة؟ كما هي ضرورة المساكية المجتogeneة؟ اه بالنسبة للسؤال الثاني الناس اللي عندهم شي ديبلوم كيفاش نعرف هالديبلوم مؤهل ولا ماشي مؤهل وشن هما هالديبلومات الى اخره يعني غان هدروع لا شروط دي القرآة الامريكية او لا المؤهلات اللي كي يجعلوك انت شخص مؤهل انك تحصل على الفيزا ديالك نهار غيدوز اه المقابلة فكما كنتشوفو قدامكم على الشاشة انه الموقع الرسمي هو travel.state.gov فيه جميع المعلومات المتعلقة بهتش ديال الهجرة سواء يعني اه تأشيرة ديال القرآة او تأشيرة ديال الزواج او لمشمل او 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 فهذا هو الموقع الرسمي ديال الوزارات الخارجية الامريكية فاللهبطنال تحت كنشوفو هنا اه الهجرة ديال الناس اللي بغيين يدفعو لهذا تأشيرة التنوع اللي هي الديفيرسيتي فيزا فكما كنتشوفو هنا يا كيتلبو بين شروط تكون عندك الهاي سكول فلا بغيت وقع نديروا الترجمة باش كل شي يستفد نرضوها احنا يا عربية باش كل شي غادي يستفد هادبا دبا مزين هنا يا قرأوا معي اذا لم يكن لديك التعليم المطلوب او خبرة العمل المؤهلة فانت غير مؤهل للحصول على تأشيرة التنوع هادبا هاي باللغة العربية باش ميقول لشي واحد رمع فهمت راه ما درت رمع انت فقط بصفتك مقدم طلب رئيسي يجب ان تستوفي هذا المطلب ولا يتعين على زوجتك او اطفالك استفاء هذا المطلب يعني غير اللي غادي يدفع هادك الشخص اللي غادي يدفع اللي كما قلتكم في هذا الفيديو كتوفر فيه شورط كان الزوج كتوفر فيه شورط يدفع غيه هو وغيش يجل معه الزوجة دياله والابناء دياله والتهم ان شاء الله هي لا فاز واخد الاخراته هم غي يمشيوا معه والعكس صحيح كان الزوجة هي اللي فيها شورط والزوج ما فيها شورط كتوفر الزوجة وكتوفر معها الزوج والابناء ديالها كانوا بجوج فيهم شورط كيدفع واحد ويش يجل معه الثاني او تاني يدفع الثاني ويش يجل معه اللول باش كيكون الحضود اوفر من فهم الاخوان هنا يجب ان تفكر في عدم متابعة طلب تأشير التنوع اللي لم تستوفي متطلبات تعليم المؤهل او الخبرة العملية الموضحة ادناها على النحو التالي قد لا تكون مؤهلة للحصول على تأشير التنوع ولن يتم استرداد اي رسوم دفعتها مقابل طلب تأشيره ها هو جوابا على الناس اللي كيسولوا واش ذاك الفلوس اللي خسرنا مثلا ديال الطبيب وديال الفيزا واش كييرجعوا او لا لا فما كيرجعوش رجاء يعني ساعدونا الاخوان بارتاجيوا هذا الفيديو باش الاخوان يستفدوا لانه الناس مش يغير في المغريب في الدول اخرى كل شي يعني يطرحها نفس سؤال متعلق بهذا الشيء ذا باللي احنا كنشرحوها اذا هنا غامشو التعليم التانوي واسمعوني مزيان ها هي مكتوبة باللغة العربية التعليم الثانوي يعني اكمال دورة رسمية من التعليم الابتدائي والثانوي يعني من الابتدائي حتى الثانوي بنجاح مماثلة لدورة مدتها 12 عام 12 عام يعني كان هدروا على منت حضيري تاني تات وانت طالع حتى سنة تانية تانوي فهمتوا علش دبما تانوا في المغريب كانوا يحكروا انك تكون قاري 12 سنة مماثلة لدورة مدتها 12 عام في الولايات المتحدة الامريكية يعني هما كيقستولك ركت عامل مع قنصلية امريكية ما تقوليش انا المغريب ولا الجزائر ولا ميسر ولا رها رها البك حورة معادي البك عادي وكده هما هما نبينوها لك هما ديرين هاد الشورط هاي 12 عاما في الولايات المتحدة الامريكية الدورات الدراسية الرسمية فقط هي التي تلبي هذا المطلب هاد شهادة ديال جينرال ايديوكيشن ديبلوما يعني شهادة في امريكا فهو غير مقبولة راه الناس اللي عايشين هنا في امريكا كيعرفوا شنو هي هاد جينرال ايديوكيشن ديبلوما فرجعنا الاخوان هذا الشرط مبين شروط الاساسية انك تكون مكمل 12 سنة دراسة ربما مش حال هذي يقولوا الاخوان والناس كانوا عندهم باك حور ما وما سوفينش 12 سنة وخدووا الفيزا ديالهم ذاك شي فعلا كان وخدووا الفيزا ديالهم وربما كان ذاك شي غير معت يعني معاملة وصافية الى اخيري ميدابا ولو كيحكروا على هاد المسائل ديال 12 سنة تكون مكملها ويكون عندك الاتباتات وشنو هاد الاتباتات هو اللي هما اه شاهدات مدراسية اه بيانات نقاط ديالك ونتائج الى مازال محتفظ بهم وغير شاهدات مدراسية وهاد البيانات النقاط رههم كافين اه شاهدات مدراسية ركي يكتبلك فيها متان يجمعلك فيها البتدائي والاعدادي والتانوي او لا يديلك فيها غير تانوي مثلا قريتي الجدع المشترك والسنة الاولى ثانوي والسنة تانية ثانوي او البيانات النقاط خلاص هادو مهم من بيانات النقاط انا نركز عليها ان خصك تكون مثلا سان كيام غدير فيه دورة اللولى والتانية سيزيام دورة اللولى والتانية ويكون فيه الجهاوي وعود ثاني السنة التانية تانوي اللي هو البكالورية غا تخصك تلك البيانات النقاط تكون فيها دورة اللولى والتانية والامتيحان الوطاني اذا كانت شي دورة ما فيهاش ارغي يطلبوها لك وكون اكيد دابيت ليزرنا كان اكد عليها رغي شوفا غا يقول كين هي دورة التانية ولوجيك مخص تكون دورة التانية ما كانت شراء غدير سابع المستحيلات تمشي الاكاديمي تمشي النيابة تمشي اللي يجعل جميع البيان باش تحصل على ذاك رولفيد نوت كامل مكمل صافيال اخوان احنا قد اندوزوا المرحلة التانية وتبعوا معايا الخبرة العملية احنا الناس اللي ما عندهمش البكالورية ولكن عندهمش ديبلوم مؤهل زائد خبرة مهنية وقرأوا معايا اذا كنت مؤهلا بخبرة عمل فيجب انت تمتع بخبرة لمدة عامين في السنوات الخمس الماضية على الاقل تكون عندك عامين في هذه الخمس سنوات الماضية ما قالوا لك لا عشر سنين لا اتنشر عام الاول وغير خمس سنين تالية في واحد المهنة في مهنة تتطلب وفقا لتعريفات وزارة العامة الامريكية عامين على الاقل من التدريب او الخبرة التي يتم تحديدها كوظيفة المنطقة 4 او 5 بدرجة 7 من هذا التصنيف الاعداد المهني اللي هو SVP Specific Vocational Preparation صافي فهذا التصنيف هذا رأي مهم ومهم ومهم جدا انا الاخوان انا غضي مشي معكم ايطاب باريتاب باش تفهموا كل شي فهنا يا الناس اللي عندهم ديبلوم من غير الباكالورية فضروري خصوم يدخلوا لهذا الموقع اللي كتشوفوه التحت اللي هو www.onnetonline.org هذا الموقع هذا هنا غضي ندخلوا وغضي نوريكم كيفاش تشوفوا مثلا الديبلوم ديكم مش مؤهل لما شي مؤهل فهي لا كان مؤهل خصي يكون في المنطقة العامة دياله ما بين 4 و 5 الفوق او لا 4 الفوق او لا عفوا ان 7 الفوق من هذا تصنيف الاعداد المهاني خصي الجوج ديال الشورط منطقة العامل ما بين 4 و 5 او لا هاتصنيف الاعداد المهاني الاس في بي اه يكون من 7 الفوق اذا كان 6 او لا خمسة او لا ماشي مقبول ومنطقة العامل اذا كان 3 جوج واحد ما مقبول اذا هناك يشرحولك كيفاش تدخل هاد الموقع وتشوف فهنا انا غضي نقرض يعني بعجلة كيفية العثور على المهان المؤهلة على الموقع الالكتروني لوزارات العمل يتم معارض المهان المؤهلة لتأشيرة المتنوعة على قاعدات اه هاد مينات العمل هاي ديمن البحث عن المهنة حدد مجموعات الوظائف من القائمة المسندة الى اخيرة ماشي مشكلة حنا ندخلو غانا كليكو على هاد الموقع هذا اها وعدينا ها ودنا الموقع هنه يقول لك غتمشي لهاد اه مشموعة العمل هاد جوب فاميلي غانا كليكو على هاد جوب فاميلي غايعطينا هنه بزاف ديال اه ديال المهان هانا غاد نترجم لكم باش تعرفوا شنه هاد المهان هادو كاملين هنذر هنه هنا وما شوفوا شحال ديال المهان الاخوان باش تعرفوا شنه كان كان الهندسة المعمارية كان الفونون وتصميم الترفيه نضيفوا صيانة المباني والاراضي العملية التجارية المجتمع المدني الكمبيوتر الرياضيات البناء والاستخراج تدريس اه تحضير الطعام وتقديمه غيهنية هما عطوا لكم كل شي ولكن خصك انت تشوف ديبلوم ديالك دخل تشوف داك المنطقة العمل شحال هي والتصنيف دياله مش بين سبعة اه الفوق ولا لا وكتزيد تهبط التحت عود تاني متلا كتختار النقل الناس اللي كي يخدموه في ترنسبور هانا غذين غذين شوفوا واحد متلا مشيو هاد الناقل هذا نديرو التصفوح غاي هبط غاي عطينا بزاف هنا يعني احنا نترجمو هاد شي باش غذين تعرفوا باش كل شي غذي مراقبة الحركة الجوية مشرفون مناولات البطائع بالطائرات الى اخيره غذين شوفو احنا داك ها مشغل الجرافات اوكي غانشوفوش مقبول ولا لا غانهبطو الزوب زون اللي هو منطقة العمل غانهبطو تحتها هي شوفو منطقة العمل ها هي زوب زون هنا يا جوب زون تو نحنا هوا مطالبينها ربعة خمسة هاد الله جوج يلاسنا هبطنا لتحت لدك هاد الناس اللي كيخدمو بالجرافات ممقبولش فهمتو الاخوان اذن غان نرجعو الواحد اخر اللي يكون مقبول مية في المية غانمشوفو الناس اللي كانوا كيسولو اه سياقة الحافلات احنا نشوفوهم سياقة الحافلات والسائقين ها هي سياقة الحافلات والسائقين غانشوفو منطقة العمل جحال ها منطقة العمل تهياجوش تهي ممقبولاش اذن غير تكون واحدة غير منطقة العمل قل من ربعة ممقبولش وهنا يعود الاس في بي اربعة ستة تهيو ممقبول مفهومات اخوان هنرجعو عود تاني لشي مجال واحد اخر لشي حرفة واحدة اخرى غانمشوفو مثلا هاد اه شنو هي تعبئة وخام مهندسي السفون نحينات هنشوفو هاد مهندسي السفون غادي غا نظن غا تكون مقبولة هنشوفو منطقة العمل لا تهيه تري هاي منطقة العمل تري ولا هبطنا الاس في بي تهيه مماشي من سبعة الفوق نشوفو مثلا شي وحدة اخرى نخرجو من هادا نديرو هاد ايركرافت مثلا ديال الطائرات هاد مراقبة الحركة الجوية مراقبو الحركة الجوية نشوفو هاد مهندسي الفضاء الجوي نشوفو اش مقبولو لا لا اللي عندهم ديبلوم في هاد شي تهيه تري تهيه في منطقة العمل تري ما مقبولوش والاس في بي ستة سبعة ما مقبولوش فهمتوا الاخوان متلا غا نشوفو شي وحدة نرجعو من هنا يا ندخلو نشوفو هادا هاد المهندسين نديرو مروس نمشي ونترجمو باش تعمل فا اي دقاع الجامع فلا درت متلا هاد مهندسي الفضاء الجوي نشوفوش مقبولو لا لا اللي عندهم ديبلوم في هاد شي هاد غيكون مقبول ها هو جوب زون فور ها هو المنطقة العمل الاربعاء اذن مقبول ولا نشينا الاس في بي لتحت نهبطول تحت ها هو اس في بي ها هو سبعة ثمانية اه وما بين سبعة ثمانية اذن هدا اللي عندهم هاد ديبلوم هاد مقبول فهمتوا الاخوان اذا هنا يا اعلى اش قلت لكم انا اعطيكم هاد شي باختصار غير باش انتو ما تقلبوا على النوع لانا ميمكن شوش حال ديبلومات هنا شوش حال ديلميهان شوش حال ديلميهان شوش حال ديلميهان ارى ميمكن ليش انديو وزن هاد شي كل شي اذا انت غتشوف الدومين ديالك غتشوف الديبلوم ديالك ودخل هاد الموقع قلب عليه اللي كيهمك هو غتشوف مثلا اه تشوف هاد مهندسي الدوئيات كتمشي المنطقة العمل هادي جوب زون منطقة العمل كتشوف واش من ربعة الفوق هاوتا هذا ربعة مزيان الى كان ثلاثة جوج واحد ما مقبولش كان هبطل تحتعو تاني الاس في بي رانج سبعة ثمانية تا هو مقبول فهم الاخوان فرجاء يعني بزاف ذي الاخوان طرحوا اسئلة انا بلومبي انا نجار انا حلاق انا ميكانيسيان انا كده انا كنخدم في الفلاحة انا دخل اخويا شوف الديبلوم ديالك راه فعلا كين ديبلومات مؤهلة وتكون عندك خيبرات ديال سنتين الفوق راه ضروري ماشي تقول عندي غير ديبلومة لكن الخيبرة ما عنديش راه لكن عندك ديبلوم الخيبرة ما عنديش راه ما مقبولش ضروري انتم ماشتوا الموقع نرجعوا الموقع باش 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 استفدوا او ما ضروري تكون عندك عامين على الاقل اي بخيبرة لمدة عامين في السنوات الخامس الماضية وخصيك البروف يعني نجيب لهم شي شاهدات العمال او لا باش انت عندك ذاك الخيبرة هذه فهنا كما نأكد عليها انها جاو اخوان راه هم هنا في امريكا ما عندهم شي الباكالورية وعندهم ديبلوم اهلهم سوف لا ميكانيك سوف ذاك شي ديال السنان سوف يعني كين بزاف ديال الصيانة سوف يعني ميهان كتيرة اخدوا ديبلوم ديالهم وعندهم جربة هاللي عنده خمس سنين هاللي عنده عشر سنين هاللي عنده اتناشر عام هاللي عنده خمسة عشر عام وراهم هنا في امريكا وكن عارفهم انا شخصيا وكندوز لكم تجارب على القناة وفي الصحة ما عندهمش قاع الباكالورية وكذلك اخوان عودتاني من دول حدو خريني الجزائر ميصر اه تونس الى اخيره ما عندهمش الباكالورية وراهم هنا في امريكا فالله يخليكم هاد الموضوع هاد يعني بزاف طرحوه فيه الاخوان اه الاسئلة وانا اضطريت ان اندلكم هكا غيم الهاتف باش كل شي اه يدخل لهاد الموقع هادا ويستفد ولا يسهل امور على كل واحد يالله كمان يحييكم تهل الله والله يفق الجميع وبرتجوا الاخوان هاد الفيديو هادا باش كل شي يستفد السلام عليكم